بص هو انا عارف ان الكلام عن سيرجو راموس هيكون في حساسية شوية وده طبعا لان الكلام عن كل شيء وعكسه يعني بشكل ضدك فيه ناس اول ما هتسمع سيرة سيرجو راموس هيفتكره كم المرمطة اللي شافها في بداية مسيرته مع رونالديني وناس ثانية هتفتكر رأسية العشرة ناس هتفتكر اللي عمله ميسي وهنا لفيه وناس هتفتكر انقاذه التاريخ ضد فالنسيا او ضد اسبانيول بص هو وصف سيرجو راموس يتلخص في اللقطة دي بالزبط يعني هو نفسه اللعب اللي ترقص ترئيسة بيها يتحفل عليه سنة وهو نفسه اللي كميلها بانقاذ يتحفل بيه لصالحه سنة تانية من الاخر كده راموس هو المكياس الاكبر في تدرج لعب كورت القدم اللي كوت شخصيته تحول من مجرد مدافع مغمور الى واحد من افضل ثلاث مدافعين في تاريخ كورت القدم اللاعب اللي عمره مخاف على شكله او وضعه لا بالعكس ده ممكن يعمل كل شيء عشان يأكد على حبه ولاه لكورت القدم يعني مثلا هتلاقيه حط رأسه مكان قدم اللاعب او هتلاقيه عمل تاكلينج هو فيه مش بس بيضحي بشكله وعظم المدافعين لا ده تحس انه بيضحي بحياته كلها مفي الشك ان العقلية كانت سبب في حاجات كتير على رأسهم ترسيخه كايكونة رئيسية في تاريخ كورت القدم سواء مع ريال مدريد او المنتخب الاسباني ولكن هو دراموس الحاجة وعكسها اللاعب اللي في بدايته ممكن اي حد يرقصه وهو برضو اللي بيتهرب منه المهاجمين والمنكز الاول في الاوقات الحسمة سواء المنتخبه او فريقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن قصة المقاتل الاكبر والاقوى في كتيبة مدريد تاريخية انه الاسطورة الاسبانية سيرجو راموس ولكن سريعا كده نخش على سؤال الحلقة واللازم قبل ما اقوله اذكر الناس اللي اجابتهم كانت صحيحة في الحلقة اللي فاتت واللي ابهروني وتقريبا كده اكبروني على اني اعلم مستوى صعوبة السؤال بسبب معرفتهم اللعب بكل سهولة وعشان ما تقولش عليك لعب النهاردة هو فرنسي ولعب في ثلاث اندية انجليزية منهم نادي فاز معاه بالدول وكسر ربطة وكسر الاتحاد وكمان دخل التشكيل المسالي في الدور الانجليزي مرتين وفاز في سنة من السنين بافضل مهيب وصعدة في الدور الفرنسي واخيرا فاز مع منتخبه بكسر كرات ووصل معهم في مرة من المرات لانهائي كاس العالم اعتقد كده انتعرفته هستنى رأيك في الكومنتات ويلا بينا نخش على قصة المقاطر الاسباني سيرجو راموس سيرجو راموس من موليد اسبانيا سنة ستة وتمانين بداية واما كرط القدم كانت في تنين وتسعين والتحديدا لما انضم الناشئين المقاطع اللي عايش فيها على العائلة واللي كانت تحت مسمى كاميسة وده يعتبر احد فرق نادي ايش بيليا في الكرة الصغيرة معلنا المهم بعدها باربع سنين وتحديدا في سنة ستة وتسعين يتم العسرو عليه من احد كشافي نادي ايش بيليا الرئيسي وعلى الفور القرار انضممه للاكاديمية وهو بعدها تدريجيا بدأ يكون احد الركاز الاساسية مع كل مرحلة بيشارك معها وده اللي سهل علي تدرك في مراحل الفريق بشكل اسرع لدرجة انه بعد ما تجاوز السبعتشر السنة فقط وتحديدا في سنة الفين واربعة يتم اضافة اسمه للفريق الاول وعلى فكرة الكرار ده كان ليه اسباب كتير زي مثلا من مستوى راموس وروحه العالية وشخصوته اللي بيها كان دايما بيقدر يقود الفريق والاهم بقى الاخلاق اول هو العظيم راموس في مراحل تحت السن كان مشهور بالافعال الاخلاقية واحترام جميع الفئات جدا معلنا المهم انه فعلا ظهر في الاسابيع الاخيرة من موسم الفين وتلاتة الفين واربعة مع الفئة الاول ومن اول ظهور له بن عليه ان كواليتي مختلف ويستحق الاهتمام من كل الجهات الاعلامية وخصوصا بعد اداءه في مباراة اتليتكو بالباو المباراة اللي فيها فاز الفريق بصنائية وراموس عمل اداء مميز بيه قدر يخرج بكلينشيت وبيه تفوق على اتليتكو مادريت في الحصول على اخر مقعد مؤهل للبطولة الاوروبية في الموسم القادم ظهور راموس بقى بالامكانات دي في الوقت البسيط ده ناتيجته هو انضمامه للمنتخف بطولة اوروبا تحت تسعتاشر سنة البطولة اللي فيها سيرجيو راموس كان عنصر اساسي في تاتويج المنتخف بالبطولة للمرة التانية في تاريخ المرحلة وده اللي اكد ان وجوده بشكل اساسي مع الفريق الاول لاشبيلية اصبح مش محتاج نيكوش وهو نفسه اكد ده بعد اول فرصة فعالية اخدها مع النادي قدم عروض اقوى بكتير من المتوقع من اللاعب في سنه العروض اللي اثبت بها انه احد اهم المهائف في اوروبا ويكفى هو ان اقولك ان المدافع اللي عنده تمنتشر سنة شارك في واحد واربعين مباراة سجل فيهم ثلاث اهداف وطبعا دي ارقام عادية انما لما اقولك انه هدف منهم في فوزه على السوسيدات والتاني كان واحد من اهم واجمل اهدافه واللي كان على ريال مدريد الهدف اللي بعده راموس اصبح حديث السعف اسباني وسعيدة تم اختياره لتتوب جازب بيكترو كصاحب الموسم الخارج وبعدها على طول بدون نقاش ريال مدريد يقدم عرض ووصل لسبعة وعشرين مليون يورو مقابل اندمام صاحب التمنتاشر عين وفعلا تتم واحدة من اهم الصفقات في تاريخ النادي الصفقة اللي بها راموس اصبح اغلى مدافع واغلى لاف في تاريخ المرحلة العمرية وبس يا سيدو من هنا بقى تبدأ رحلة راموس مع المارينجي الرحلة اللي بدايتها كانت في موسم 2005-2006 الموسم اللي في راموس اتفاجئ بانه موجود مع جليل الجالاكتيكوس وده اكيد كان يسبب لأي لعب مكانه رهبة ولكن طبعا الكلام ده ما يقولش مع راموس اللعب اللي في اول موسم شارك في 47 مباراة وقدر يسجل وسط كل النجوم دي ستة اهداف وده مهم ولكن الغريب بقى هو انه اخد 13 انذار وتلاتة منهم اخد طارد وده رقم كبير جدا جدا وخصوصا ان السبب ما كانش تدخلاته العنيفة لأ ده كمان عاليته اللي مترسق فيها الافكار بانه لو ترقص 10 مرات من نفس اللعب في نفس اللعبة هيقوموا يحاول المره 11 وهكذا وطبعا المعتقد ده لما يكون فعالية لاعب بيلعف دوري متواجد فيه اغلب مهارين العالم واللي على رأسهم سيد مهارات كورت القدم رونالدينيو الطبيعي النتيجة تكون طرد وانزارات كتير وبالمناسبة رونالدينيو الواحده عمل موسوعة خاصة بمهاراته على راموس ولكن على الجانب الاخر ده كان سبب مهم في بناء وظهور قوة شخصية سيرجو راموس المعروف فيها حاليا معلنا المهم ان بعد نهاية موسم صفر على الفريق يبدأ راموس موسم الفين وستة افين وسبعة بتنوعية اكتر في مستوى ومن بعد ما كان بيشارك كالب ادفاع بدأ يكون لي ادوار في مركز الزهر الايمن والايصر وده اصفر عن تطور كبير في ارقامه واللي مش بس تتمثل في المشاركة في تنواربعين مباراة اجل فيم ستة اهداف وصانع اربعة لأ ده كمان اخت خلالهم تمنتاشر انزار ومنهم مرة طرد انت متخيل هو كان وصل فين تخيل انت تكون صحفي وتكون عامل قائمة الارقام سلبية للمدافعين وارقام ايجابية للمدافعين وهوب بتلاقي بطلهم هو نفس اللاعب بقولك يا عم هو كل شيء وعكسه عاشق لقصارة الجدل المؤمن في الموسم ده كان من اهم اسباب تتوير ريال مدريب بالدوري كاول بطولة لهم مع المارينجي وخصوصا بعد ظروف اكتر من اللقطة حسمة سواء بالصناعة والتسجيل على بارشلونة او بالتسجيل على فالينسا وبالباو وغير من المناسبات اللي بيها ريال حسم الدوري فريق الاهداف عن غريمه الازلي بارشلونة ومع كدوم موسم الفين وسبعة الفين وثمانية راموس وضع تغير واصبع احد قادة الفريق ومن وجهة نظري ده كان من اهم المواسم اللي اكتملت فيها شخصية راموس الموسم اللي فيه المدافع للسنة الثالثة على التوالي يسجل ستة اهداف ولكن المرة دي يصنع خمسة وبهم يكون من اهم اسباب تتوير المدريب بالدوري للمرة التانية على التوالي ولكن المرة دي الموسم ما ينتيش على كده لان بعدها تجلس ستة على المنتخف في يورو الفين وثمانية البوتولة اللي فيها الاسباب اكدوا على انهم الاقوى في العالم طبعا في وجود جيجوارديولا القاتل بالاضافة لكاسياس وراموس وتحت كياد كارلوس بيول وهنا بقى تظهر التفصيل الاهم وهي ان مهم جدا جدا يكون عندك لعب بشخصية وروح وامكانيات راموس ولكن الاهم ان يكون تحت كيادة كابتن بعقلية كارلوس بيول وتأكيدا على الكلام ان اللاعب اللي طول الموسم اخد 18 انزار وثلاثة طرد على مدار اليورو بالكامل ما اخدش ولا انزار وطبعا كلنا عارفين اللي حصل وهو بهدف توريس على المانيا في النهائي يتوج الاسباب باليورو الاول مال من 44 سنة والتانية في التاريخ وكل ده في وجود سيرجو راموس اللاعب اللي بعد ما انضم الفريق العام من الاتحاد الاوروبي يكملها بانه يكون موجود في التشكيل المسالي في العالم كله من الفيفا وبعد نهاية موسم رائع راموس يبدأ موسم اروع موسم فيه شارف في 42 مباراة خلالهم بقى سجل كام ايوة بالزبط كده ستة اهداف للموسم الرابع على التوالي والمرة دي صنع تلاتة وطبعا بما انها كانت فترة الاحلال والتجديد فالصبر المحلي كنت بتطوله حدل الفريق على مدار الموسم واللي كان يتحقق برومنتدى خيالية من ريال مدريد اللي كان مطورد منه لعبين وراموس حتا كان سجل هدف فلو عايز تعرف تفاصيل اكتر وأضاك عن المواجهة دي هتلاقيه في حلقة هتلاقيهم في القناة ولكن الجميل هو ان على الرغم من انه كان موسم شبه السفري وخصوصا بعيد تواجد راموس مع اسبانيا في حصد المركز التالت في كاس الكران اللي انه يعتبر موسم مميز على صاحب الثلاثة وعشرين عام اللعب اللي في موسم عالفين وتس عالفين وعشرة شارك فاربعين مباراة سجل فيهم كام لا المرة دي سجل اربع عداف وصنع ثلاثة وطبعا برضو يكون موسم صفر على الفريق ولكن التفصيل الاهم ساعتها هو ان مع نهاية الموسم تجلس دعا المنتخف في كاس العالم البطولة اللي فيها اسبانيا ختم عالم كورت القدم ومن الاسباب الاساسية دي هو خط الدفاع اللي كان مكوى من كاسياس وقدامه راموس وبيول الخط اللي كان شبه مستحيل اختراقه درجة ان المنتخف لدور الاكسائية المستهبلش الهدف وطبعا كلنا عارفين ان اسبانيا استمر في البطولة لحد مواجد هولندا في النهائي في المباراة اللي كانت صعبة جدا وامتدت للاشواط الاضافية حتى يأتي الرسام يسجل هدف الفوز القاتل الهدف اللي بيه للمرة الاولى في التاريخ يتوج اسبانيا بطل للعالم كله وكل ده في وجود سيرجو راموس اللعب اللي كان موجود في تشكيلتين البطولة سواء الاحلام او الاولستار تيم وشايف انت بقى قوة العلاقة والحب اللي تبانت بينه وبين زمايليه في المنتخب دي خليك فاكرة عشان نرجع لها تاني المهم ان بعدها راموس يبدأ موسمة 2010-2011 بنفس قوة المستوى وروح الكتالية وتسجيل الار بعدها في صناع الثلاثة وكمان 18 انزار وطردين وبعدا انت تتوجه مع الفريق بالكات اسبانيا كاول بطولة تدخل النيادي من ثلاث سنين فبتالي بقى مفيش اهم من الحديث على لعطته في مباراة الكلاسيكو اللقطة اللي فيها ضرب ميسيو والطرد وهو خارج زق كابتنه الاول في المنتخب كارلوس بيول وبعدها زق تشافي في لقطة اثارة الجدل من كل الجهات وبعد نهاية موسم عجيب راموس يبدأ موسم 2011-2012 باتزان اكتر في شخصيته وظهر في اكتر من لقطة بانه اشتغل على السبات الانفعالي والنتيجة تكون ايه انه برضو ياخد 17 انزار والطرد مرتين الحال ان شكل اشتغل على نفسه جامد لانه الموسم اللي فات كانوا ياخد 18 انزار والموسم ده ما شاء الله ياخد 17 بس عايش والله معلنا المهم انه شارك على مدار الموسم ده 51 مباراة سجل فيم 6 اداف وصنع اربعة والكلام ده مع تولوك الدفاع اللي مش محتاج اتكلم عنه النتيجة انه يكون من اهم اسباب التتويج بالدوري الغائب عن مدريب من اربع سنين واللي فيه اريال حصد مئة نقطة وسجل 121 هدف وده كان اكبر رقم في تاريخ الدوري الى الان ولقى السنة ده بعدها تجلس ده للمنتخب في اليورو البطولة اللي فيها كالعادة راموس يشارك في جميع دعائي المنتخب واسبانيا تكتسح البطولة بالكامل لدرجة انهم فازوا على ايطاليا في النهائي بربعية نظيفة وبالمناسبة هدف ديناتيلي في المباراة الصحية للبطولة يكون الهدف الوحيد اللي استقبله اسبانيا على مدار البطولة بالكامل وطبع النتيجة هو تتوك اسبانيا بالليورو للمرة التانية على التوالي وكل ده بيكاوت سيرجو راموس اللعب اللي بعد ما انضامل التشكيل المسالي في البطولة يكملها ويفوس بجهزة افضل مدافع في الدوري وكمان يكون موجود في التشكيل المسالي في دور الابطال والكارة كلها من وسائل اعلام واتمال ان يتم اختياره في التشكيل المسالي لعلم كله من الفيفا في موسم رائع اخر على راموس اللعب اللي في الموسم اللي بعده شارك في اربعين مباراة سجل في يوم خمس اهداف وصنع السادس وقلت الاركام دي كان سابق اصابته فاوتره الرجبة ولكنها ما تمنعهش من التتوجمع الريال بالصبر المحلي اللي كان البطولة الوحيدة الراموس في الموسم ده لانه حتى لما انضامل المنتخب في كاس الكارات يخسر ضد البرازيل بسلاسية في النهائي ولكن سيرجو راموس على الجانب الفردي بعد يفوس بجهزة افضل مدافع في الدوري وينضامل التشكيل المسالي في اوروبا من الاتحاد ووسائل اعلام وبرضه يكون ضمن افضل حداشر لعب في العالم كله من الفيفا وكل ده مهم ولكن اللي فاتكم واللي جاي يكون تاني واللي هيسألني ازاي هيقول ولا حاجة ده كل القصة ان راموس بدأ موسم الفين وتراتاشر عالفين واربعتاشر بواحدة من اقوى اداءاته على مدار مسارته اداء فيه نضوك مع تنوعية غير مسبقة وده اللي اصفر عن مشاركته في واحد وخمسين مباراة سجل في يوم سبع عداف وصانع اربعة وبيوم من بعد مساعد الفريق في تاتويب كاس اسبانيا يحول وجهته لدور الابطال البطولة اللي فيها المدريد وصل بانه كاسبان بيرم يونيخ بهدف واحد في سانتياجو في مبارات قبل النهائي ودي نتيجة اقل بكتير من انك تدخل بيها وانت متطامن ولكن لما يكون معك قائد زي راموس ما ينفعش تعلق لانه بعد عشرين دقيقة فقط كان مساجل صنائية رأسية للتاريخ صنائية بعدها رونالدو يضيف صنائية اخرى وبها يتأكد الصعود لمواجهة قتلاتكم مدريد في النهائي اللي كان ساعته حسم الدوري في فالي ثلاث نقاط عن برشلون وريال مدريد وده كان الدليل اكبر على قوة منظومة سوميوني المنظومة اللي بعد ستة وتلاتين دقيقة نجحوا في تسجيل هدف خزعبالي في مرما كاسيس وتستمر معاناة المارينجي ومحاولة الضغط من كل الجهات لحد دقيقة تلاتة وتسعين والتحديدا عندما تواجد لوكا مدرش للعب الضربة الروكنية وهو يحدث الحدث الاشهر في تاريخ راموس وهو الرأسية التاريخية وطبعا بعدها مباراة انتقل لأشوات اضافية وتبدأ حفلة ريال مدريد في الفوز بربعية عشان اخيرا وبعد غياب تلاتاشر سنة يتوجل ريال بداره الابطال وكل ده برأسية اللاعب اللي بعد ما تم اختياره كراجل مباراة النهائي ينضام لتشكيل مسالي في البطولة وللسنة التالتة على التوالي يفوز بجهزة افضل مدافع في الدوري وينضام لتشكيل المسالي في الكارة الاوروبية وكمان يكون موجود في تشكيل المسالي من الفيفا وإلى هنا ينتهي احد اهم المواسم مش بس في مسيرة راموس ولكن في التاريخ النادي وبعد نهاية تاريخية راموس يبدأ موسم الفين واربعتاشر الفين وخمستاشر بنفس قوة الاداء وساعات اشارك في اتنو واربعين مباراة سجل فيهم سبع عداف وصنع التامن ومشاء الله الموسم ده اخد اتنين وعشرين انذار ولكنه الحمد لله ما اضطرتش ورا مرة ولكن تعالي نتكلم على الجانب اللي جابي شوية الجانب اللي فيه راموس بعد ما ساعد فريق للتاتويج بالصوبة الاوروبي بعد الفوز على ايش بلية يكملها وبعدها يكود الفريق للتاتويج بكاس العام للاندية بعد ما سجل في المباراة وكمان تم اختاره كافضل لعافة البطولة وهدفها وعلى الرغم انه كان موسم سفري محليا اللي ان راموس كالعادة يتوق بجهزة افضل مدافع وينضمر تشكيل المسالي في دور الربطال وكمان يختم الموسم بانه للمرة الخامسة على التوالي موجود في تشكيل العالم من الفيفا وده اللي بين روح لموسم الفين وخمستاشر عالفين وستاشر الموسم اللي فيه راموس شارك في تلاتة وتلاتين مباراة سجل فيهم تلات اهداف وصنع زيهم ولترى الرقم دي كان سببها اصابته في الكتف واللي بسببها غاب ما يقرب من ستة شهر بشكل متقطع ولكن ده ما منعهوش من تقديم نفس قوة الاهداة في دور الابطال البطولة اللي فيها ريالي استمر لحد ما وجد قتلتكم راموس راكلوتو يدخل رونالدو يأكد على تتوجي ريالي بالبطولة للمرة التانية اخر تلات سنين والحادي عشر في تاريخ النادي وكل ده بيكيوت سيرجو راموس اللاعب اللي على الرغم من غياب واغلب اوقات الموسم اللي انه كالعادة يكون موجود في التشكيل المسالي في البطولة والقارة الاوروبية والعلم في كله من الفيفا وبعدها في الوقت اللي في اغلب الناس شافت ان راموس في كمة مستوى يقرر هو يعالي على نفسه ويظهر في اربعة وعربعين براه خلالهم سجل عشر اهداف وصنع اتنين ايوة دي ارقام لعب يلعب قلب ادفعها والنتيجة انه في بداية الموسم يكون الريال للتتوجي بصنائية كاس العالم الاندي والسوبر الاوروبي ومع نهاية الموسم يكملها باول بطولة محلية تدخل للنهاية من اربع سنين واللي كانت التتوجي بالدوري وعشان تكمل بقى فتستمر هيمانة الريال على اوروبا كلها بالتتوجي بدور الابطال بعد الفوز على اليوفي في النهائي وساعة اراموس يعالي على نفسه ويفوز بجازة افضل مدافع في داره الابطال ويكملها بنفس الجازة في الدولي وكمان يدخل التشكيل المثالي في الدولة ودار الابطال والعالم كله من الفيفا والاتحاد الدولي والمرة دي بقى يكملها بانه يكون موجود في المركز الخامس في جازة افضل لعب في العالم من الفيفا والمركز السادس في سبيق البالوندور ويختمع بتتوجي بجازة لويس اراجونيس كافضل لعب في المنتخب الاسباني ودي الجازة اللي بيه يكتمل افضل موسم في مسيرة راموس على الجنب الفردي. عشان بعدها راموس في موسم الفين وسبعتاشر الفين وطمانتاشر يشارك في اتن واربعين مباراة سجل فيهم خمس اهداف وصنع السادس. والكلام ده مع اداء الرائع اللي بيه مستحيل تصدق انه وصل لاتن وثلاثين سنة بيكود الفريق في بداية الموسم اللي تتوج بالسبر الاوروبية والسبر المحلي. ومع نهاية الموسم زي ما كلنا عارفين هو ان بعد فوز ريال بربعية على بار ميونيخ في قبل نهاية دور الابطال يصعد لمواجهة ليفربول في النهائي في المباراة اللي اشهر ما فيها هو تعمد ازاء سيرجو راموس لاهم لعب ساعتها في العالم محمد صلاح واللي كان بتدخل ووصل بخلع في الكتف. وده اللي الناس تعرفوه. انما اللي الناس ما تعرفوش انه تدخل بطريقة عنيفة على كاريوس حارس المرمى واللي بعد المباراة اتشخاصت بارتجاج اللي ان اغلب الناس ما صدقش بسبب تاريخه الكاروي المليء بالاحداث دي. معلن المهم من ريال مدريد للمرة التالت عاد توالي يتوقع بدار الابطال. وكل ده بيكاوت سيرجو راموس اللاعب اللي السنة التانية على التوالي يتم يختياره كافضل مدافع في دار الابطال. واللي بالمناسبة كانت ملغيها منزفوز مايكم بيها الفين وعشر. ولكن بعد العودة راموس يفوز باقى اول نسختين وكمان ينضام للتشكيل المسالي في اوروبا والعالم كله من التحاد الدولي والفيفا. وبعد نهاية موسم تاريخي اخر صاحب التلاتة وتلاتين عام يبدأ موسم الفين وتمانتاشر الفين وتسعة عشر بتقديم اداء يعجز العقل عن تفسيره وساعات اشارك في اتنين واربعين مباراة. وعلى الرغم من نصبته في اوتر الركبة والي سابق غير شهر ونص عن الملعب اللي انه نجح في تحقيق اعلى سجيل تهديفه له في موسم واحد واللي كان يتمثل في تسجيل حداشر هدف وصناعة اتنين وخصوصا بعد موسم لم ييفس فيه الريال غير بكاس العالم لان ديها فقط. ولكن برضو راموس على الجانب الفردي يستمر في التواجد في التشكيل المسال لعالم كله من الفيفا والتحاد الدولي. وطبعا احنا قلنا ان الموسم ده كان الاعلى في تسجيل الاهداف او الارقام دي صمت السنة واحدة فقط لانه بعدها في موسم الفين وتسعة عشر الفين وعشرين قدر يتفوق حنفسه ويسجل تلاتاشر هدف. وطبعا زي دي من اسبابها انه كان المسد الاول لرقلات الجزاء اللي بيهم كان من اهم الاسباب هتوجد الفريق بسناعة الدولي والسوبر المحلي وكمان ينضام للتشكيل المسالي في الدولي والكارة والعلام كله من الفيفا والتحاد الدولي. وطبع لو تكلمنا عن اهم تفصل طول له في الموسم ده اكيد مش هكون في اشهر من ان الاولى هدفه على عبار الهدف اللي يجري فيه سبعين متر تقريبا عشان يسجل اول هدف له في الدوري من لعب مفتوح منذ تقريبا خمس سنين. ودي كان التفصيلة الاولى. اما بقى التفصيلة التانية هو تسجيل راكلة جزاء ضد السوسيداد واللي بها راموس يكون نجح في تسجيل عشرين راكلة جزاء على التوالي او تقريبا منذ ضغيع راكلته ضد يبار ميونيخ في دور الابطول. والكلام ده بقى بالاضافة انه سجل هدف رقم تمانية وستين في الدوري. واللي بيه اكتاز رقم كالهدف التاريخي للمدافعين في الدوري. وده كان في الموسم. انما واقعيا بقى فوق موسم الحصاد التاريخي الراموس اللاعب اللي تم يختاره كافضل مدافع في التاريخ من جلوب سكر. وكمان يدخل التشكيل المسال لدور الابطال والقارة والعلم كله من الفيفا. اخر عشر سنين. وكمان كان ضمن افضل تلاتة تلاتين اللاعب في التاريخ لفريق احلام الكرة الزهبية. وطبعا يكون هدف مدافعين العالم في القرن الواحد وعشرين. وبعد مدونة تاريخية الموسم اسطوري بكل المقاييس. نروح لموسم الفين وعشرين. الفين وواحد وعشرين. الموسم اللي في راموس حرفيا تحول لاسطورة اصابات. ولكن تتخيل انه في الموسم ده اتصاب تمن اصابات ما بين الاوتار وعضلات الركبة. واللي كانت سبب في غيابه اكتر من ست شهور. وساعته اجمال مشاركته كان واحد وعشرين مباراة. سجل فيما اربع هدافه سنة الخامس. وطبعا ما يكونش لي اي دور مع الفريق. واصلا يكون موسم صفري على ريال المدريد. وساعتها نهاية عددكم مع نهاية الموسم. وهو قال ان النادي قدم له اكتر من عرض للتجديد. وهو ما كانش عنده مشكلة مع تخفيض المرتب. ولكن رفض ساعتها كان ان العقد سنة واحدة. هو كان عيد سنتين. بعد شبه اتفاق يفجأ بان رحلته انتهت مع الفريق. ولما اتسأل بعدها عن هل هو السبف ده. رفض الرد وقال ان احتراما لخصوصية النادي. ما ينفعش اجاوب. وطبعا الكلام ده كان بالتزامن مع عرض باريس انجرمان. اللي كان بمرتب فلكي. وفعلا يولو الفين واحد وعشرين. يرحل لاسطورة سيجر راموس عن مدريد. متجهة لبي اس جي. الموسم اللي هو فيه كان بيعاني من اصابات الموسم اللي قبله. واستمر غيابه ساعتها اكتر من ستة شهور. ولما رجع يشارك في الوقت الاخيرة من موسم الفين واحد وعشرين الفين وعشرين سبحان الله لحب بنفس الطريقة وكان بيعمل مجود كبير وبتزحلق بعنف وعمل كل شيء بي بيأكد على ان عقلية النصر ملهاش علاقة بالنادي. وطبعا بيوجوده الفريق يتوق بالدوري والصبر المحلي. وبعدها في موسم الفين وعشرين الفين وتلاتة وعشرين يعود راموس للمشاركة بشكل الاساسي وكان بيقدم عروض بيها مستحيل تصدق انه كان وصل لسبعة وتلاتين سنة. وطبعا نتيجة لده انه يكون من هامة اسبابة توجي الفريق بالدوري. وبعدها ومع نهاية الموسم بنفس طريقة ميسي يعلن راحيل سيرجو راموس متجهة لنادي النشأة اشبيلية ومشارك معاه الى الان في تسعة مباريات مسجل فيه مهدف صنع التاني. وبعيدا الاركام فراموس لسه بيعمل اداءات كبيرة. اداءات بيها بيأكد ان اسطورة غير مفهوم قلوب الدفاع في كورة القدم. اللعب العرفية من سل المدافع اللي قدر يجمع كل مهام مركزه بكل مراكز الدعم للهجوم القرب. الاسطورة اللي مشاركته مع الانديها تتمثل الى الان. فاكتر من سبعمية ستة وتمانين مباراة خلالهم مسجل اكتر من مية وعشر هدف. وصنع برضو اكتر من اتنين واربعين. وفاس فيهم مع ريال بالدورة خمس مرات والصبر المحلي اربع مرات وكاس اسبانيا مرتين وده محلين. اما بقى عالمين فوفاس بدوره الابطول وكاس العلام الاندي اربع مرات لكل بطولة. والصبر تلات مرات. وده مع مدريد. اما بقى مع باريس تانجرمان فوفاس بالدور مرتين والصبر المحلي مرة وحيدة. وده كم مع الاندي. اما بقى لو راحنا لمشاركات مع مراحل المنتخب. والتي تتمثل في المشاركة مع جميع الفئات في مية وتمانين مباراة. سجل فيهم اكتر من تلاتة وعشرين هدف وصنع برضو اكتر من تمانية. وفاس خلالهم ببطلقة اوروبا في الفين واربعة مع منتخب تحت تسعة تشر سنة. اما بقى مع المنتخب الاول فوفاس باليورو مرتين الفين وتمانية الفين وتناشر. والاهم والاغلى هو تتوجب كاس العلام الفين وعشرة. وطبعا كل دا كوم والقابل الفردية دا كوم تاني. اللي تواجدها مع الانجازات الفردية سواء كونه الهداف التداخل لمدافعين ريال مدريد والدور الاسباني. او انه الهداف الاول لمدافعين القرن الواحد وغيره وغيره من الانجازات اللي زي ما انت شايف كده لا تعد ولا تحصى. وبس يا سيدي بكده نكون وصلنا نهاية قصة الاسبانية يا سيرجو راموز. طبعا لو عجبك الفيديو ما نساش تعمل لايك وتانا بتحب ان تكلم عن مين فيديو الجاي. السلام.